أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أن التطور المضطرد الذي تشهده العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وسلطانة عمان يرتكز على ثوابت ورؤى مشتركة وتحظى بدعم ومساندة من جلالة ملك البلاد المعظم وأخي جلالة سلطان عمان وأشارت معاليها إلى حجم العلاقات البحرينية العمانية العميقة على مر التاريخ وما تشهده من روابط متينة وأواصر محبة بين البلدين وشعبهم الشقيقين مشيدة معاليها بشراكة الفاعلة والقيمة ومسار العمل الثنائي الذي ينطلق من وحدة الموقف والمصير المشترك جاء ذلك خلال وصول رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بمملكة البحرين والوفد البرلماني المرافق للعاصمة العمانية مسقط على هامشي ترأس معاليها وفد الشعبة المشارك في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة الرؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة المقرر انعقاده بمسقط وكان في مقدمة المستقبلية الوفد معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطانة عمان الشقيقة وسعادة السفيرة الدكتور جمع بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين في مسقط ترجمة نانسي قنقر